السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم النهاردة في فيديو جديد واحنا لسه في مشروع آآ النهاردة ان شاء الله هنعدل آآ جهاز آآ نبرة اندور آآ الاختلاف بينه احنا كنا عملنا فيديوهات قبل كده عدين آآ عدلنا جهاز آآ وعدلنا جهاز بانتر اكس آآ والنهاردة هنعدل هنعدل النبرة آآ زي ما قلنا كل اللي انت محتاجه الجهاز الرخصة التعديم بمية دولار عشان تخلي بتاع الجهاز زي ما هو ما تقربش محياته خصوصا ان نبرة ما بي ما عندهمش آآ دعم فني عشان يبعته لك الجيسون فايل تاني لو حبيك ترجع للهليام في المستقبل آآ مش هنعمل كل اللي عملناه في السينس كاب او في البانتر اكس من شراء الكادينة وتحولها المحفظة والكلام ده كله عشان نأثر الفيديو ده فانت لو في حاجة واقفة معاك ملقتهاش هنا هتلاقيها في الفيديو بتاع السينس كاب وبتاع البانتر اكس اللي ابتدنا في البانتر اكس من الصفر لحد بتاع دين وكذلك في السينس كاب فلو عندك اي مشكلة في تحويل الفلوس او ازاي تحصل على كادينة وتبعتها للداشبورد بتاعك على الداشبورد بتاعك رانك آآ ارجع للفيديو بتاع البانتر اكس هتلاقي كل حاجة واضحة هناك. آآ عشر ثواني ونبتدي نعدل الجهاز ده. ورجعت لكم على طول عشان نبتدي نشتغل آآ على فكرة عامل لكم فجأة قريب في مشروع جديد حينزل في فيديو في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. انا دخلت المشروع وستبت الجهاز فيه بس مستني اكمل كل المعلومات اللي اقدر اقولها لكم عشان ابقى متأكد منها. آآ المشروع آآ اهو اديني حطت الجهاز فيه اسمه تينكس تينكس اي اكس انا قريدي ركبت فيه جهاز بس مستني لما قلم كل حاجة. واتأكد من كل حاجة قبل ما اعملكم فيديو. فان شاء الله انتظروني قريب في فيديو جديد عن المشروع ده. نرجع للترانك. آآ وقبل ما ندخل في الترانك. لو سمحتوا. اللايك والكومنت والشير والسبسكرايبينك في القناة. بيشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات كتير اكتر من كده. آآ اول حاجة هنعملها ان احنا نجهز اللي هنركبه في الجهاز عشان يبقى جاهز. هندخل على هنروح على اه هنا لو حبيت تشوف الجايد ادي الفول جايد. فين النبرة? فين النبرة? نبرة نبرة? ادي النبرة الاندور ده الجهاز اللي هنشتغله النهاردة. هنا بيشرح لك خطوة بخطوة ازاي آآ تعدل الجهاز. حاجة بس بسيطة. آآ هنا في الجايد بيقول لك عشان تدخل الجهاز لازم تفك الاربع اواعد دول وتحتهم حتلاقي مصامير عشان تعرف تفكت الجهاز. الكلام ده هنفيه كلام غيره. هنروحولكو في الجزء اللي جاي من الفيديو لما نبتدي نشتغل في الجهاز. آآ ده كده الجايد بتاع تعديل جهاز النبرة. هنرجع هنا بالنسبة للنبرة عندنا آآ عندنا نبرة روك باي لأ ده مش بتاعنا عندنا تتتت يبقى هنشتغل الروك باي ده الجزء الحديث من النبرة احنا كده هنشتغل بالآآ بالامج العادية اللي هي بتاعة الكرانك امج هتدوس هنا هتنزل وهي عندي من قبل كده اهي مجرد ما دوسنا عليها هتبتدي تنزل في الداونلوت آآ اول ما تخلص هوقف الفيديو اول ما تنزل هارجع لك تاني. ورجعنا على طول بسرعة آآ دي الجهاز النبرة آآ زي ما قلت لك معظم الناس على اليوتيوب او الجايد بتاعك رانك بيقول لك تشيل اللي اربع اواعد اللي هنا عشان تعرف تفك المصمير. انت مش محتاج تعمل الكلام ده كله هنجيب آآ مفك صغير في فوق هنا شفة صغيرة هي هندخل المفاك ونعمل كده وشكرا. لانت مش محتاج تعمل اي حاجة. آآ السمكة بتاع الجهاز ده شكله عجيب شوية فما تتخضش. ده الاس دي كارد بتاع الجهاز هنشيله خالص مش محتاجينه. وزي ما عملنا في آآ في السنس كاب هنحط آآ آآ اس دي كارد في الكمبيوتر. ونفتح برنامج اسمه آآ بالينا ايتشر. نعمل بيه فلاش للامج على الاس دي كارد الجديد. يلا نرجع للكمبيوتر. وآآ نعمل اللي نفلاش الامج. يلا بينا على طول. ادي البالينا ايتشر. هحط لك رابط ليه في صندوق الوصف. هنختار فلاش فرون فايل. آآ ادي الفايل اللي نزلناه عشرة سبعة تلاتة وعشرين. ده اللي نزلناه من شوية من الموقع بتاع اي او. هنعمل كده. سليكت تارجت. ادي الماس ستوريج. هنعمل سليكت. وهنعمل فلاش. ونسيبه لحد ما يخلص خالص. آآ وبعد ما نخلص. هنشيل الاس دي كارد من الكمبيوتر. نركبه مكان الاس دي كارد اللي شلناه من الجهاز. وآآ نوصل الجهاز. نوصل هنحط الاس دي كارد. هنقفل الجهاز. انتنة. كابل اللام. بعد كده كابل الكهرباء. ونسيب الجهاز لمدة دقيقتين او تلاتة. لحد ما ما يعمل بوتنك. وآآ نبتدي نشتغل ننزل. آآ نسطى بالجهاز عشان يشتغل على الكرانيك. هخلص الفلاشنج لحد ما يخلص ويديني ان هو كومبليت. وبعد كده ارجع لكه تاني. طيب كده خلصنا الفلاش. اهو كاتب لك هنا فلاش كومبليتد. يبقى احنا كده نقدر نسحب الاس دي كارد من الكمبيوتر نركبه في الجهاز. آآ 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 دي الاس دي كارد. هنركبه مكانه في الجهاز. اول ما نركب الاس دي كارد. نقدر نوصل الجهاز بال. مكانه وغلس. هدي ركبنا الاس دي كارد. هنركب الانتنة. كده الانتنة رجبة مكانها. وبعد كده هنركب كابل لان. وبعد كده نركب كابل الكهربا ونستمى لحد ما الجهاز يعمل بوتينج. اول ما الجهاز يعمل ريستارت هرجع لك على طول عشان نكمل. ورجعنا تاني على طول اول ما الجهاز عمل ريستارت هنفتح ونكتب اي بي هناخد الديفولت جيتوي اللي هو ده مية تنين وتسعين مية تمانية وستين عشرة واحد نكتبه في براوزر عشان نخش على الراوتر اللي هو ده نعمل طبعا ده هيختلف من راوتر للتاني هنخش على كل ده عايزين نعرف الجهاز خد اي بي ادرس رقم كامل اه هو الواير ده واخد مية سبعة وعشرين هنعمل كده ونفتح براوزر جديد كده نقطتين وحنكتب مية وسبعين تمانين زي بقية الاجهزة اول مرة هنسيبهم فضيين وندوس على على طول دخلنا على الداشبورد هناخد الجيتوي اي دي ننساخه في حتة عشان هنحتاجه بعد كده ده كده اسم الجهاز زي الاسم بتاع الهيليم هناخده كوبي برضو ننساخه في حتة الامج كرانك سيليكت موديل نبرا اندور نبرا اندور اس اكس تعالوا نرجع للجايد نشوف هناخد انهي ايميج نبرا اندور خلصنا تفجي توي اس اكس الف تلتمية وواحد نبرا الف تلتمية وواحد سيليكت ريجون قلنا اسيا كل العالم هياخد ايو ستمانية ستة تمانية معدى استراليا وامريكا هياخد تسعمية وخمستاشر فلو انت في استراليا هتاخد دي لو انت في امريكا هتاخد دي بقية العالم هناختر دي زي ما اتفقنا في الفيديوهات اللي فاتوا لو هتعدن هليم مع الكرانك هتسيب دي زي ما هي لو هتعدن كرانك بس هتشيل دي انا حسابها الانتنة بتاعتنا خمسة دي بي اي كله تمام برضو الجهاز هيعمل بوتنج تاني على ما يخلص البوتنج هنروح على الداشبورد هنا ادي الداشبورد بتاعتي جبت متين خمسة وخمسين دولار عشان اشتري الرخصة بمية وخمسين واعمل بمية محتاجين نفتح محفظة جديدة كريتا نيو والت السيكرت كي انا حمسحه وحشيله بس انت تبقى عارف ان انت تاخد كوبي لان ده الرقم السري بتاع محفظتك تعمل له كوبي وتشيله في مكان انت عارفه اه لحد ما الجهاز يعمل بوتنج هنعمل هنا ترجع تاخد السيكرت كي وتنسخه هنا عشان المحفظة تشتغل وهنا نكتب اسم الجهاز عشان نبقى عارفين دي محفظة انهي جهاز كريت كريت كده المحفظة اتعملت اه نرجع نشوف ده خلص ولا لا اهو خلص تمام اه هنرجع هنا نغير الباسورد عشان نعرف ندخل بيها المرة الجاية ونعمل سيف كده غيرنا الباسورد بحيسا ما جا ادخل المرة الجاية ادخل بالباسورد بتاعتي نخش على الهيليم هنكتب هنا ادمن والباسورد اللي انا لست عاملها وانستول السكريبت بتاع الهيليم الحاجة الاخيرة كده خلاص الهيليم ماينر انستولد اجي على المحفظة وحط هنا السكرت كي اللي لسه آآ مخزنينه عشان اقوله التعدين بتاعك تنزله في المحفظة دي واعمل سيف ده كده اللي هو رقم المحفظة بتاعي كده فاضل هنا ان انا اجي اقوله آآ الواي فاي هتدوس على الواي فاي بتاعك وتدخل الباسورد انا حسيبه دلوقتي وحعمله بعد كده كده خلصنا هنا شغل كل كل حاجة في الستاب الباقي في الكرانك داشبورد هنروح على الداشبورد في فيديو في فيديو البانتر اكس ماوريتكش ازاي تشتري الكرانك فحنشتري الكرانك مع بعض دلوقتي هيا ادي المحفظة الرئيسية اللي فيها الفلوس هاجي على الداشبورد اشوف انا محتاج قد ايه عشان اشتري المحفظة الرخصة مية اربعة وعشرين ونص كديمة عايز اشوف انا محتاج كم آآ كرانك عشان اعمل ستيكينج بمية دولار خمسمية تلاتة وخمسين وتلاتة من عشر خلينا نقول خمسمية وستين كرانك يبقى انا محتاج يبقى معايا خمسمية وستين كرانك تعالى نشوف في المحفظة بتاعتي اه في قد ايه كرانك خمسمية وستين انا معايا تلتمية واربعين يعني عايزين متين وعشرين كرانك زيادة انت حتشتري لو ما عندكش كرانك حتشتري الحمسمية وستين كلها كده انا عايز متين وعشرين كرانك حاجة على عايز متين وعشرين كرانك ده واحد بيبيع على الرقم ده هقول له كده حطي لي السعر هنا هقول له عايز متين وعشرين كرانك باي كرانك وحنستنى لحد ما الكرانك ينزل هنا طبعا ده بياخد شوية وقت انا اخترت ده عشان دول اربعة وسبعين مش هيكفوا اللي انا عايزهم عشان اشتري في اردر واحد ده بيبيع خمسمية وعشرين فاعرف اخد منه متين وعشرين كرانك لكن ده بيبيع سبعة واربعين بس فا كنت هاخد بالسعر ده دول وحاخد بالسعر ده الباقي فان الفرق مش مستاهل فخدت من ده على طلب ده منصة غير مركزية فبتاخد وقت في كل حاجة. فلازم يبقى بالك طويل. دي مش زي والجيت ايو وعلى طول بتنفذ الامر بتاعك. لأ بتاخد شوية وقت. فهنستنى. الوردر بينزل هنا. ولما يتنفذ بيجي في دي اردرات قديمة. ادي الوردر نزل اهو. مديني انه بارتشلي. عشان هتلاقي حد اشترى من ال خمسمية دول. خلينا نشوف لحد ما يتنفذ. موضوع بياخد وقت شوية بس كنت عايز اعمله قدامك عشان في الفيديوهات اللي قبل كده احنا ما عملناش الكلام ده. كنت انا عندي كرانك في محفظتي ارادي. طيب. عشان الفيديو ما يتولش. هستنى لحد ما الوردر يتنفذ وحرجع لك. طيب. كده رجعنا. خلاص خلصنا. الوردر اتنفذ. اهو. هنا الوردر اتشال. اجي على الكلوزد. هلاقي اهو ان انا اشتريت ميتين وعشرين كرانك على السعر ده. يعني اتملأ. هرجع على المحفظة بتاعتي. هنا. حلاقي عندي مية اتنين وتلاتين مية سبعة وخمسين دولار كديمة. وعندي ميت دولار بالزبط. خلي بالك كل شوية استعر بيتغير. المفروض ابعت الحاجات دي للمحفظة اللي فتحناها. ادي المحفظة اخد عنوانها. وحبعت لها من الرئيسية. حبعت اه الكديمة كلها. اقول له سنت. حبعت الكديمة كلها. على المحفظة دي. او خلينا نشوف احنا محتاجين كام بالزبط. كل شوية الرقم بيتغير. مية اربعة وعشرين ونص. احنا محتاجين فيها مية اربعة وتلاتين كديمة. طيب. خدنا المحفظة دي كوبي. نخش على المحفظة الرئيسية. نقول له ابعت. اه دي العنوان اللي خدنا كوبي. ونبعت الكديمة كلها. تشين زيرو تشين زيرو. ونقول له سنت. حاجي هنا. عايزة ابعت خبص مية وستين كرانك. هقول له سنت. على اختار هنا الكرانك. ودي عنوان المحفظة. هقول له ابعت كله. خمس مية تلاتة وستين كرانك. تشين زيرو. وتشين زيرو. كونتانيا. آآ هنرجع نستنى بقى لحد ما الفلوس تيجي هنا. عملتلكو الفيديو اللي قبل ده على طول الارباح اللي اتحققت في اسبوع من الاجهزة اللي شغالة عندي. تعالوا نبص على تاني. ادي الجتويس. عندي ده. اهو. هنعمل اربعتاشر يوم. عمل سبعتاشر دولار. في كم يوم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ايام. عمل سبعتاشر دولار وتلاتين سنت. آآ ادي الجهاز التاني. اربعتاشر يوم. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. عمل سبعتاشر دولار وستين سنت. الجهاز التالت عمل اربعتاشر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة والنهاردة السابع عمل تسعة دولار وتمانين سنت. وهكزا. آآ حلينا نشوف اللي لما التحويل يوصل من المحفظة دي للمحفظة اللي فتحناها جديد. عشان نروح نشتري الرخصة. آآ في لازم آآ كل جهاز بيعدن يبقى له محفظة لوحده. ما ينفعش تشتري من المحفظة الرئيسية. كاتب لك هنا هو يعني ما المحفظة دي دي محفظتك الرئيسية. ما ينفعش تنزل عليها جهاز. عشان كده احنا عاملين جهاز المحفظة لكل جهاز. عشان اشتري الرخصة لازم اشتري من المحفظة بتاعت الجهاز. فما انا قلت الفلوس من هنا للمحفظة اللي احنا لسه عاملنا في في الفيديو بتاعنا النهاردة. وحستنى لحد ما الفلوس كلها تنزل هنا. تعالى نخش جواها. لسه الكادينا ما وصلتش. وطبعا لازم اشتري الرخصة الاول وبعدين اعمل الاستيك. احنا مضطرين نستنى لحد ما الكادينا تنزل هنا. اه لو مهتم تعرف الارباح ارجع للفيديو اللي فات واديني وريتك تاني النهاردة. رجاء شخصي لو سمحته المعظم اللي بيتفرج على الفيديو عندي ما بيبقاش اه مشترك في القناة. فانت مش هتخسر حاجة وانت بتتفرج على الفيديو اه اشترك في القناة ودوس على زرار اللايك عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس. هو انا على فكرة لحد دلوقتي القناتي ما بتدخلش ارباح يعني هو الموضوع كله اه معناوي مش اكتر. القناة عندي لسه ما بتدخلش ارباح. نستنين الكادينا توصل. طب هنرجع باك نشوف الفلوس مشيت من المحفظة الرئيسية ولا لأ? المية الكرانك وصلت لسه الكديمة. طيب اقلت لكم كل حاجة هنا في التحويل في الشراء في البيع بياخد شوية وقت. طيب عشان ما ما ناخدش وقت كتير حاستنى لحد ما التحويل يتم على المحفظة التانية وهارجع لك. ورجعنا تاني على طول ادي المحفظة وصل فيها المية اتنين وتلاتين كادينا والخمسمية وستين كرانك. عشان انقل من المحفظة الرئيسية للمحفظة الفرعية اللي هعمل منها التحويل. هخش هنا ادي اهيه. مين اشيلها واختار نبرة. دي المحفظة الجديدة اللي عملناها. كده اي تعامل هيطلع من المحفظة دي. هخش على داشبرت. انتر.ibly. اه هنا مية تلاتة وعشرين كادينا. اه هحط هنا اه هخش اخد الكوت بتاعي. من اي فيديو من الفيديوهات اللي فاتت. عشان تاخد الخصم. هيتحط هنا. واي اجري كده اشترينا الرخصة. طبعا المية تلاتة وعشرين دول مش هيتاخدوا كلهم. هيتخصم خمسة دولار عشان الكود اللي حطناه. نرجع على اول ما الرخصة يتنفس شراها. هيتخصم الفلوس من هنا. وهينزل هنا. هاستنى لحد ما يتنفذ الامر وارجع لك. ورجعنا تاني بسرعة. ادي هو الجهاز. الرخصة نزلت عليه. المحفظة نزل عليها الرخصة. لسه الجهاز احنا ما ستبناهوش. ادي المية وخمسين دولار مشيوا من هنا. هنعمل اساين جيتوي. سليكت موديل. هنيجي على نختار الجهاز بتاعنا. نبرى. نبرى جيتوي اي دي اللي انا قلت لك قدو من هنا. اللي هو جيتوي اي دي اهو. هناخده كوبي. ونرجع على الداشبورد. نحط الجيتوي هنا. ونعمل. ونستنى لحد. مادي تتشال وينزل اسم الجهاز اللي هو ده. على الاسب ده. نزل. مكان اساين جيتوي دي. مجرد ما الجهاز اسمه ينزل هنا يبقى انا كده جاهز ان انا روح اعمل اللي ستيكنج اللي بمية دولار. هوقف الفيديو لحد ما ينزل الاسمه وارجع لك تاني. وارجعنا على طول ادي اسم الجهاز نزل اهو. ناقص نعمل اللي بمية دولار. هنروح على ودي الجهاز اهو. هدوس عليه. سوفوف تراست. هنزل تحت. هعمل. كده عمل بمية دولار عشان الجهاز ده يشتغل. آآ هنرجع هنا. ده الجهاز ان اكتف. هنستنى لحد ما يبقى اكتف. وارجع لكه تاني. طيب ورجعنا على طول عشان نخلص فيديو النهاردة اللي طول قوي. ادي الجهاز اهو زي ما انتم شايفين. فاضل بس ياخد الرنك بتاعه. آآ وده بياخد وقت طويل. انا عديت الاربع ساعات ونص بعمل في الفيديو ده. ويجي واحد في الاخر يتفرج من غير ما يدوس على لايك. يلا. اهو بنعمل لاخرتنا. آآ الجهاز كده اكتف. آآ لو دخلنا هنا حنلاقيه حتى آآ عمل سند. وعد زيرو بوين تسعة رنك بستاشر سنت. آآ فاضل بس انه دي تتحدس عشان ياخد الرنك بتاعه. اول ما دول يشتغلوا الكريدت اللي موجود في المحفظة ينزل هنا. هتلاقي الجهاز هنا خد رنك زي دول كده. ولونه بقى ابيض عادي. ودي اتشالت. آآ الموضوع ده هاخد له بتاع نص ساعة او ساعة لربع. فأنا كده الفيديو طول معايا قوي. فحقفل على هنا. آآ من وجهة نظري الشخصية آآ المشروع كويس. بس برضو برجع واقول دي مش نصيحة استثمارية. آآ انا بتكلم عن نفسي. انا لو مش شايف ان المشروع كويس ما كنتش دخلت خمس اجهزة. وان شاء الله دخل السادس. واقف على كده. آآ يا رب تكونوا استفدتوا. آآ لو الفيديو ده جاب مشاهدات حلوة وجاب آآ لايك عدد لايك حل. هعمل لكم الفيديو عن المشروع التاني اللي انا دخلت فيه. ومستني آآ اعمل لكم فيديو عليه. ادي المشروع هو دخلت فيه جهاز. وان شاء الله يبقى برضو فاتح بخير علينا. بنعم بنعم بحاول هشوف جايز يشتغل قبل ما اقفل هيطول. يعني انا سايبه بقى لي اكتر من ساعة لربع بس لسه ما اشتغلش. وآآ يا رب بكون في التوكو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو انت مش مشترك في القناة. ونتقابل في فيديو جديد قريب جدا ان شاء الله. والسلام عليكم. وكل سنة وانتو طيبين. ويا رب الفين اربعة وعشرين تبقى احسن الفين تلاتة وعشرين عالجميل. ومع السلامة.